السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام كلب اسمعني معكم بالسلسفة من قناتي كلب اسمعنا نروا المراجع الفيديو من ساشترك وفعلنا الجرس تعبير عن المعاشرة الحسنة داخل الاسرة ودور التقبل الرأي الاخر في وجودها طلب مني من احد من التابع القناة يريد هذا الموضوع في حدود ثمانية سطور او ثمان سطور يعني موضوع قصير رب تستفيدوا منه اذا اردتم موضوع اطول من ذلك يمكنكم انتم تزودوا عبارات وجمل في العرض مقدمة ترك فراغ مسافة كلمة دات المقدمة المعاشرة الحسنة داخل الاسرة هي اساس بناء مجتمع قوي ومتماسك فهي تسهم في تبوين علاقات ايجابية وتساعد في حل الخلافات وتنمي التعاون والتفاوم بين افراد الاسرة العرض من ام مقاومات المعاشرة الحسنة داخل الاسرة هي تقبل الرأي الاخر فكل فرد داخل الاسرة له رأيه الخاص ويجب احترامها ومن امثلة تقبل الرأي الاخر داخل الاسرة اه السماح للابناء بالتعبير السماح. اه للابناء بالتعبير عن رأيهم وافكارهم. واحترام رأي الزوجين في اتخاذ القرارات وعدم فرض الرأي. خاتمة اترك فراغ مسافة كلمة. تقبل الرأي الاخر هو سلوك حضاري يعزز القيمة الانسانية فلنحرس عليه. اضع نقطة. تعبير او موضوع يبدأ فريغة ينتهي بنقطة. مقدمة لمحة بسيطة عن الموضوع. العرض تكلمنا عن اه اه مقاومات المعاشرات الحسنة داخل الاسرة. وامثل التقبل الرأي الاخر. خاتمة نصحنا باحترام الرأي الاخر. اذكرنا اه الرأي الشخصي. تقبل الرأي الاخر هو سلوك حضاري يعزز القيمة الانسانية فلنحرس عليه. موضوع قصير عن اه تقبل الرأي الاخر داخل اه او في وجود الاسرة. والمعاشرات الحسنة داخل الاسرة. شكرا جزيلا. دمت فلاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.